الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي قائد قوات مكافحة الإرهاب أعلن عن تطهير الأحياء الشمالية ووسط الفلوجة من إرهابي داعش ولم يتبقى إلا القليل من أحياء المعلمين والجولان وذلك بعد شهر من بدء العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي في المدينة التي كانت تعتبر المعقل الرئيسي له في العراق من جهتها قالت خلية الأعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع العراقية إن تنظيم داعش قام بافتعال حريق في آخر حي يتواجد به بالفلوجة في محاولة يأسة لتضليل العراقيين وتوجيه الاتهام إلى القوات الأمنية وقالت الخلية في بيان إنه في آخر ورقة لعناصر داعش الإرهابي وبعد خسارتهم لمعركة الفلوجة قامت المجميع الإرهابية بحرق بيوت المواطنين وبعض الممتلكات العامة في آخر حي احتلوها وما تبقى من بعض الجيوب بحي الجولان وفي ظل المواجهات فر عشرات آلاف المدنيين الذين عانوا من الجوع تحت حصار التنظيم الإرهابي في الفلوجة ومحيطها واستقروا في مخيمات عشوائية التوفد الكثيف للعائلات باغت وكالات الإغاثة وعقرت منظمات تقدم المساعدات بالتقصير في الاستجابة للأزمة انتصار الفلوجة يعتبر بوابة مفتوحة على مصرعيها للتقدم نحو الموصلة فيما لو تمكن الجيش العراقي من تطهير كامل المناطق والقرى المحيطة بالفلوجة من سيطرة التنظيم الإرهابي ترجمة نانسي قنقر